خليني أروح أشوفوا شون تفاعل صاد محمد ورح أرجع لك أكيد رح أخذ رأيك أنت ودكتور حيدر البارزانشي باستطلاع حلقة هذا اليوم مشاهدين استطلعني يقول هل نجح الإطار التنسيقي في إفشال جلسة انتخاب رئيس البرلمان صاد محمد العلوي أعدد لك قيادات بتقدم هي اللي اتهمت الإطار التنسيقي عموما النتائج تقول نتائج الاستطلاع صاد محمد 66% من المشاركين بهذا الاستطلاع يقولون نعم الإطار التنسيقي نجح بإفشال جلسة انتخاب رئيس البرلمان نعلق لساد محمد لكن إذا سمحت بإيجاز حتى أختم لا أكو جانب قانوني هحكي لكيها على السريع أولا البرنامج مال الجلسة كان فقط انتخاب الرئيس ليس إضافة فقرة أكو مخالفة على سيد رئيس نائب الرئيس يعني هو هسا الرئيس بالوكالة زين مخالفة قانونية كبيرة والمحكمة الاتحادية توقع راح تبتم هاي الشيخ شعلان الكريم عنده كتاب من هيئة المسائلة بالعدالة غير مشمول بي فإن شاء الله حضوظة قوية المخالفة اللي صارت البار حيتحملها سيد المندلاو وفق القانون لأنجل والأعمال الجلسة لا يتضمن إضافة فقرة تخص أنه تصير هيئة رئيسة سيد محمد هاي الفقرة أضافة سيد محسن المندلاوي حتى يطلع من حرج الجلسة هو الرجال الذي يريد يرفعها خلينا نروح لدكتور حيدر البرزانش بالاستطلاق عليها مخالفة عليها مخالفة لكن هي التي تعمد أضافها حتى يطلع من حرج جلسة البارحة ويرفع الجلسة دكتور حيدر شنو رأيك بالعكس صارت له مشكال 34% من المشاركين بهذا الاستطلاع دكتور حيدر يقول له لا الإطار التنسيقي لم ينجح في إفشال جلسة انتخاب رئيس البرلمان وقلت لك بناية هذا الاستطلاع وفق تصريحات قيادات تقدم اللي تروح لأنه تم تعطيل الجلسة عن طريق محسن المندلاوي بدفع من الإطار التنسيقي شلون دكتور حيدر ما سمعتك هي من قضية تعطيل أقول لعد شلون من الذي لم يستطع أن تعقد الجلسة من حق رئيس المجلس إضافة فقرة وهذه ما بها مخالفة ترى بالمناسبة يعني بيراجع النظام الداخلي لمجلس النواب يجد أنه من حق رئيس المجلس النواب باعتبار أنه الآن رئاسة مهيعة رئاسة أن يضيف فقرة بالتصويت أو عفوا بالجلسة أو بما يطرح داخل الجلسة إضافة هذه الفقرة البعض فسرها بأنه رفع للحرج والبعض يقول لا في سياقه الطبيعي بالنتيجة الأخ شعلان الكريم ما متفق عليه الحضور 332 وايه أول مرة تصير سجله صح بحياته مجلس النواب بحاضر بها القد أكوهي تشي شنو الدافع اللي يخلي لا بتصويت الحكومة لا بتصويت رئيس مجلس الوزراء لا بتصويت الرئيس الجمهورية أقصى شي وصله إلى 225 هل 300 مين يجوي حتى اللي في غياها بالجب واللي ساكنين بجزر القمر هم يجوي شنو اللي يخلاهم يجون ميش عجب هذا هم كون سئلة طيب ذولة الـ 300 وكذا حضروا بالتأكيد كان 152 زائدا عندك تقريبا المية للأخ سالم زائدا للأستاذ محمود المشهداني فوق بالأربعين هاش قصاروا خلنحسبهم دكتور اعتدر بالنتيجة هذا أنا أشوف اختار طبيعي هسا هذا الحراك عدي بمشكال عندي مه لازم بقتل أجد أجد أستاذ محمد الموضوع موضوع طبيعي نعم في سياق الطبيعي ولكن صدقني أنا أقول لك إياها واتذكرها المرشحين الآن قد أقول قد على نحو اليقين الأخ مش الأخ الكريم لم يعد صالحا للاتفاق السياسي ولم يكن رئيسا للبرلمان العراقي طيب هذي تذكرني بيه طيب أنا أشكرك والبقية قد أيضا يعاد شكرا دكتور حيدر يعني ترشيح شخصيات نوع معلومة مهمة جدا أنا أشكرا أهلا وارحب الدكتور حيدر البرزان